في آخر تحديث لعدد الذين جرى تسكينهم من المواطنين العالقين في إسطنبول قال القنصل الليبي فتح الشريف في تصريح خاص للأحرار إنهم تمكنوا إلى حدود يوم الخميس من تسكين 1750 مواطنا وإنهم مستمرون في استيعاب كل من يتقدموا للصفارة بطلاب الإيواء المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد البلاوي أشار إلى أن الملحقية الصحية بالتعاون مع الجمعية الليبية لطلبة الطب والأطباء الشباب بدأت في تقديم الدورات التوعاوية للمواطنين داخل مكان إقامتهم كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنهم يسعون من خلال التنسيق مع عدد من الأطباء الليبيين الموجودين في إسطنبول لتوفير طبيبين في كل فندق لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين إضافة إلى إجراءات أخرى تبدأ بتعقيم الغرف الخاصة بهم بطلب من القنصلية العامة بإسطنبول إجراءات اتخذت بعد حالة من الغضب والاحتجاج عبر عنها عدد من العالقين الليبيين بمطار إسطنبول الأيام الماضية بعد قرار المجلس الرئاسي إغلاق المنافذ الجوية والبرية توقيا من انتشار فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة لمواجهة الفيروس منذ السبت الماضي ما يثير هواجس العالقين في إسطنبول من الرعاية الليبيين أن مدة إغلاق المنافذ التي حددت بثلاثة أسبوع ابتداء من السادس عشر من مارس الجاري قد يجري تمديدها وفق تطورات انتشار فيروس كورونا غير المعروفة غير أن القنصل الليبي بإسطنبول فتح الشريف أكد أنهم على تواصل مباشر ويومي مع المجلس الرئاسي من خلال غرفة مشتركة من أجل توفير كل أسباب الإقامة المريحة للعالقين وكذلك بحث إمكانية توفير الطيران خاص لترحيلهم إلى ليبيا بصفة استثنائية